اهلا بحضراتكم من جديد ودي كانت أولى جوالاتها الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي يوم السبت كان فيه لقاءات أيضا مهمة منشست سيتي بيفوز على أستون فيلا بثلاث أهداف مقابل لشيء وبرنلي بيخسر على ملعبه أمام تشيلسي بأربع أهداف مقابل هدفين تمام ويوم الحد كان لقاء القمة بالنسبة للأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي بيفوز 2-1 على تاتنهام بعد طبعا ما تقدم تاتنهام في أول دقيقة بهدف عن طريق هاريكين بيقدر ريفر بول عن طريق هندرسون ومحمد صلاح أنه يحولوا تأخذ ليفر بول من هزيمة إلى مكسب طيب تسع ماتشوت محمد صلاح بيلعبها أمام فريق تاتنهام بينجح أنه يحرز سبع أهداف قطع اللعيب سجل أهداف في مرمى تاتنهام لصالح فريق ليفر بول كمان محمد صلاح من حوالي 58 مباراة بيلعبها على ملعب الأنفلد بيجيب 50 هدف علشان يكون تاني قص علاقة في تاريخ ليفر بول إحرازا للهدف على ملعب الأنفلد وأخيرا مباراة نورورش سيتي بيخسر واحد ثلاثة لصالح منشستر ينايتد في مباراة بيحقق فيها منشستر الهدف الأول عن طريق ماكتو ميناي عشان يحقق للفريق أشياطين الحمر الهدف رقم 2000 في تاريخ الدوري الإنجليزي والغريب في المباراة دي ام راشفوت ضيع راكل الجزاء ومارسيال ضيع ضرب الجزاء لكن الاتنين أحرزوا أهداف ده أحرز هدف وده أحرز هدف نروح لترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة القادمة في الأسبوع الاثناشر وليفر بول في المقدمة 28 نقطة يليه منشستر سيتي 22 نقطة لسر سيتي في المركز الثالث ب20 نقطة أما تشلسي في المركز الرابع ب20 نقطة بيتساوى مع لسر سيتي وأرسنال في المركز الخامس ب16 نقطة أرسنال طبعا بعد التعادل والخسارة اللي اتعرض ليهم في آخر جولتين أثروا معايا جدا جدا في النقاط وبالتالي تشلسي والسر يعني بيستغلوا الوضع وبيقفزوا إلى التالت والرابع في مسبق الدوري الإنجليزي الممتاز نروح للهدفين علشان نشوف أخبار الهدفين ايه ومين هو المتصدر في البطولة ويعود من جديد اللاعب الإنجليزي جيمي فوردي نجم لسر سيتي بتسع أهداف جيمي فوردي لو تفتكروا واحد من اللعيبة اللي حققوا مجد مع لسر سيتي في 2015 سواء هداف الدوري الإنجليزي مع لسر طبعا مع رانياري واحد من المدربين المميزين جدا وكمان حقق لقب الدوري الإنجليزي مع رياض محرز ومع كانتي تسع أهداف لجيمي فوردي بيتصدر بهم الدوري أو قائمة هداف الدوري الإنجليز سيرجي أجويرو في المركز الثاني بثمان أهداف يتساوى معه تامي أبرهام بثمان أهداف وطبعا أوبيم يانج لعب أرسنل لعب الجابوني بسبع أهداف وأخيرا رحيم ستولينج بتساوى مع أوبيم يانج لعب السيتي رحيم ستولينج سبع أهداف نروح للدوري الأسباني اللي زي ما قلت لحضراتكم مالوش طعم فيه غياب العملاقين الريال وابرشلونة لكن هنقول لحضراتكم أبرز النتائج اللي تلعبت في الجولة الأخيرة فيها ريال بيفوز أربعة واحد على دي بورتيفو ألافز وأتلاتكو مادريد بيفوز على أتلاتك بلباو اتنين صفر غرناطا بيفوز على ريال بتيس واحد صفر واشبيلية بيفوز على ختافي اتنين صفر وأساسونا في مفاجأة كبيرة بيفوز على فالنسيا تلاتة واحد هنروح لترتيب جدول الدوري الأسباني ومحدش يستغرب علشان لما ريال ومشطونة بيغيبوا ممكن فرق تانية تتصدر زي ما حضراتكم شايفين غرناطا بعد فوزها بتتصدر الدوري الأسباني بعشرين نوات طيب أنا أعتقد أن ممكن ممكن تكون أول مرة في تاريخ غرناطا يتصدروا ترتيب الدوري الأسباني برشلونة في المركز الثاني 19 نقطة ريال سوسيدات 19 نقطة في المركز الثالث أما قتلتكم مدريد في المركز الرابع 19 نقطة المركز الخامس أشبلية 19 نقطة أول خمسة مش موجود فيهم الريال فين الريال؟ الريال في المركز السادس بـ 18 نقطة نروح للهدفين مين موجود على القمة؟ القمة موجود فيها لورنزو مورن لاعب ريال بتيز بسبع أهداف بيتساوى معاها لاعب فيا ريال جيرارد مورينيو بسبع أهداف كريم بنزيمة في المركز الثالث ست أهداف ولويس وارس في المركز الرابع بخمس أهداف ودانيال باريخو لاعب فالينسيا في المركز الخامس بخمس أهداف وأخيرا طبعا إيكمبي لاعب فيا ريال خمس أهداف عندنا ثلاث لعيبة عندهم خمس أهداف واثنين لعيبة عندهم سبع أهداف وكريم بنزيمة يعني يتبقى هو اللاعب دايما المختلف في كل شيء عنده ست أهداف نروح للدوري الإيطالي ونفكر حضرتكم بأهم نتائج الجولة الأخيرة لتشي بيتعادل واحد واحد مع أليو فانتس وإنتر ميلا بيتعادل اتنين اتنين مع برما التعادل ده الوحيد لإنتر في هذا أو في الدوري الإيطالي بشكل عام وخصارة وحيدة من أليو فانتس وبالتالي بمتكلم على إن انتر ميلا مع كونتي يعني أنا شايف أنه هو منافس قوي لنادي أليو فانتس في الموسم الحالي بيتعادل مع برما اتنين اتنين أما سبال بيتعادل مع نابلي واحد واحد وروما بيفوز على قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي في ملعبه الأولمبيكو على إيسيميلان بهدفين مقابل هدف وفيورنتينا بتخسر لصالح لاتسي واثنين واحد في مباراة أكيد كانت قوي نروح لترتيب الجدول الإيطالي ونعرف ما حضرتكم بعد الجولات الأخيرة إيه اللي حصل في الترتيب يوفنتوس في المقدمة بـ 23 نقطة نقطة واحدة فقط تفصل ما بينه وما بين إنتر اللي في المركز الثاني بـ 22 نقطة أتلانتا في المركز الثالث بـ 20 نقطة ونابولي في المركز الرابع بـ 17 نقطة وروما في المركز الخامس بـ 16 نقطة هدافي الدوري الإيطالي في المقدمة إيموبيلي لاعب لاتسيو كالعادة في المقدمة بـ 10 أهداف ولويس موريل لاعب أتلانتا 8 أهداف ولوكاكو لاعب إنتر 6 أهداف وبراردي لاعب ساسولو 6 أهداف ودوفان زاباتا لاعب أتلانتا بـ 6 أهداف ومنكوسو لاعب ليتشي 5 أهداف يتساوي معاك أمان إدن جيكو لاعب روما بـ 5 أهداف بايت